موسيقى في إطار جهود الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين تتواصل عملية التعاون بين جميع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية من أجل تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرية خلال مؤتمر صحفي عقد بالمحافظة عقب اجتماعه مع الجهات المعنية والمشاركة في هذه الجهود الإنسانية أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أنه يتم توفير كل الخدمات السكنية والغدائية للفلسطينيين الموجودين سواء كانوا عالقين أو جرح ومصابين مشيرا إلى التعاون المتواصل بين جميع الدول التي ترسل المساعدات الإنسانية عبر مطار وميناء العريش تتواصل الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمزيد من المعلومات يستعرضها لنا مراسل التلفزيون المصري زميل محمود جميل نحييكم من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء هذه المدينة التي أصبحت محطة أنظار العالم فيما يتعلق بدعم الأشقاء الفلسطينيين بوجود عدد كبير من الشاحنات المحملة بعدد كبير من المساعدات الإنسانية والإغاثية المصطفة في مدينة العريش تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بالإضافة إلى المجهود الذي يتم بين الجهات المختلفة بناء على توجهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين على رأس هذه الجهات التي تقوم بعدد كبير من المساعدات وأيضا المجهود المبذول منذ بداية الأزمة جمعية الهلال الأحمر المصرية التي تقوم مع نظيرتها الفلسطينية بتنصيق عملية وصول وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة لكن لنتعرف أكثر عن هذا الدور وعن حجم المساعدات الموجودة في مدينة العريش والتي قدمت للأشقاء الفلسطينيين يسعدني أن أرحب بالدكتور خالد زايد مدير جمعية الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء دكتور خالد يعني بعد التحية حابين حضرتك تطلعنا على المجهود اللي بيتم هنا في مدينة العريش فيما يتعلق بإصال المساعدات وإرسالها أيضا للأشقاء الفلسطينيين كيف تعملون ما هي المساعدات الموجودة وما حجم المساعدات الذي وصل بالفعل إلى الجانب الفلسطيني يمكن في البداية بنرحب بيكو على أرض الشمال سيناء ويمكن من يوم 7 أكتوبر منذ بداية الأزمة وحتى اليوم منذ ما يقرب أو ما يصل إلى المائة يوم إن شاء الله ونحن نعمل الشباب الهلال الأحمر المصري يعمل الليل بالنهار منذ بداية الأزمة وحتى اليوم استطعنا بفضل الله تعاون الجهات المعنية والمقتصة نحن يوم 8 أكتوبر نسلم الهلال الأحمر الفلسطيني أول شحنة من المساعدات والمواد الإغاثية والأدوية وفي يوم اللي كان بيعقد فيه مؤتمر القاهرة للسلام استطعنا إدخال الشحنة الثانية وهي حوالي 20 شاحنة وبدأ العدد يزيد من 20 إلى 100 وصل إلى ما يقرب من 240 شاحنة يوميا أثناء فترة الهدنة ثم عاد الرقم للانخفاض مرة أخرى إلى 100 ثم عاد الرقم مرة أخرى بعد فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة للتفتيش ومن ثم العودة مرة أخرى إلى معبر رفح لزيادة الأعداد مرة أخرى